نحقق أقصى استفادة من بعض الزواهر أو فصرها لي بحيث أن أنا أبتعد عن المخاطر بتاعتها علم الفيزياء هذا العلم المرتبط بينا واللي كل يوم بيفاجئنا بالعديد والعديد من الإنجازات علم الفيزياء منذ بدأ كانت في بعض التجارب اللي يحاول بها الإنسان أنه يفهم الطبيعة أو يخضعها أو يقدر يتحكم فيها بداية من الشخص اللي حاول بفكرة الطيران عباس بن فرنس اللي استخدم لفكرة الطيران الريش والملصقات أو السمع عشان خاطر يتكون لنفسه أجنحة ويقدر يحاكي الطيور ويطير هذا الشخص لو حضر في مجتمعنا الآن ويسمع أن احنا عندنا طائرة بنفس فكرة الجناحين والتي تحمل العديد من الأفراد وبتنقلهم في مسافة زمانية صغيرة جدا مش هيصدق الكلام ده العلماء في البداية لما قالوا أن الأرض مسطحة ويعحب ويوصلوا لنهاية الأرض عشان لما يروحوا يشوفوا نهايتها فيها إيه ومع تجاربهم اكتشفوا أن الأرض كروية العلماء العرب قديما أول من وضع تركيب العين كان العالم الحسن من الهيسم اللي وضح تركيب العين برغم أن الأجهزة اللي كانت معاهم وقتها مش زي الأجهزة اللي بتقدمة دلوقتي اللي نقدر نقول بيها إن احنا نقدر نشوف أو نستكشف أو نقيس هذا العالم اللي كان موجود فيه أو مدير مكتبة الأسكندرية اللي قدر يقيس نصف قطر الأرض قبل ما يطلع للسماء أو زي ما احنا وصلنا دلوقتي للفضاء وبدأنا فعلا نقيس قطر الأرض ولقناه إلى حد كبير جدا 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 كانت قياسات هذا الشخص من ألف سنة مرت قياسات سليمة جدا ولو تعرف هو اكتشف ده بإيه باستخدام منقلة أو حاجة جهاز اسمه الاسترلاب اللي هو عبارة عن منقلة بس حجمها جبير شوية منقلة زي اللي حضرتك بستخدمها في الأدوات الهندسية إذا عمر ما كانت الإمكانيات عائق في التقدم ولكن استخدام العقل البشري اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبهن لو انت خدت بالك ولاحظت الأشياء اللي حواليك وبدأت تدور لها على فكر وطريق إن شاء الله بتوصل لما يزهلك مع العلم الحديث والأجهزة الحديثة اللي بدأنا نوصل لها ويعالم طبعا بعد فترة زمنية قد يقول عنا القادمون إن إحنا كنا معنا أجهزة بدائية اكتشفنا العديد من الأمور ومنها إن العلماء كانوا زمان يقولوا إن الجسم مكون أو المادة مكونة من مجموعة من الزرات والزرات دي كانت متناهية الصغر وكل حط قوانين ليها لا أدي شكلها كذا لا أدي شكلها كذا وحطوا افتراضات ولما جم يطبقوا الكلام ده على الطبيعة اصطدموا إن الفروض بتاعتهم كانت خاطئة أو إن كانت فيها بعض الأشياء الصحيحة مش بس كده مش بس اكتشفنا تركيب الزرة لا ده إحنا كمان بدأنا ندرس سلوك الألكترونات اللي موجودة جوه الزرة والمستويات الطاقة وبتتنقل وعملية الانتقال دي ممكن الاستفادة منها بإيه صحيح وصلنا ليه إن إعطاء القنبلة النووية لو أنا ديت قذائف للنواء ابتدينا نكتشف هذا الجزء الصغير جدا اللي كان في وقت من الأوقات إحنا مش عارفين أصلا تركيبه كان إيه والكلام دوت مش من بعيد الكلام دوت كان خلال القرن يعني القرن الماضي يعني الأول حد حد التصور في الزرة كان 1898 يعني قبل ما نوصل لسنة 1900 كانت الزرة دي حاجة مبهمة وقاعد يقول إن الزرة دي عبارة عن جسمه مصمت وفي قلبيه ألكترونات مرشوها حاجة كده عاملة زي الكوكيز أو شكل البطيخة اللي محطوط فيها اللي بيبتاحها جي علماء بعديه قالوا لا الكلام دوت مش صح مش اجتهادا ولكن هم أجروا بعض التجارب إلي هنستعرضها النهاردة مع بعضينا واللي وضحت لنا شكل الزرة إيه كمان لما حطوا فروض للألكترون الألكترون مش بيمشي طبع فروضنا هم عايزين يفسروا السلوك بتاع الألكترون ولغاية الآن سبحان الله لم يستطع عالم تحديد مكان الألكترون بصورة دقيقة هو بيقول لك الألكترون بيمشي في سحابة ألكترونية يعني إيه سحابة ألكترونية؟ يعني يبقى يا هنا يا هنا في الحجة دي تقريبا لكن تحديدا لمكان الألكترون اللي موجود جواه النواة لا ما وصلولوش ويكتفوا ان هم يقولوا انها سحابة ألكترونية مش بس كده ده هم بدأوا يتعاملوا مع الزرة غير طبعا القنبلة النووية أو القذائف للنواة واللي بتعمل مشاكل تفجيرية عالية لا ده هم كمان وصلوا ان أنا ممكن أعمل قذائف لي الألكترونية وأقدر أتحكم في شدتها وهذه الشدة أقدر أستغلها وأتحكم فيها أتحكم فيها إزاي؟ أتحكم فيها وأتحكم في شدتها بحيث ان أنا لو عايزها قليلة لحاجات معينة هقدر أتحكم فيها لو أنا عايزها لحاجات أكبر أقدر أتحكم في هذه الشدة إذن العلم عمره ما هيتوقف في منطقة معينة دايما هناك تحديات ودايما هناك نظريات يمكن ضحضها أو تأييدها نتيجة جهود العلماء النهاردة هنتكلم مع بعضينا عن الليذر الموضوع ده بيدرسه طلبة السنوي وطلبة السنوي الفني والسنوي العام الليذر زي ما احنا شايفين كده من اسمه L-A-S-E-R ده اختصار لكلمة ليذر والمقصود بها هنا إنه هي اختصار للكلمة بتاعتي بنشوف في الأفلام كده إن أنا عندي شعاع ليذر والأشخاص يبدأوا يبعدوا شفتوا شعاع ليذر مجرد ما جاء على قطعة حديد عمل فيها ايه قطع قطعة الحديد إذن هنا في قوة شديدة حدى لهذا الشعاع الضوئي طيب الفرق بين الضوء وبين الليذر الضوء الأبيض عبارة عن بيمشي في خطوط مستقيمة إذا مر من المنشور السلاسي بيتحلل لألوان الطيف اللي احنا عارفينها أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنفسيجي وليه الضوء بيبقى مشتت يعني ممكن إنه هو ما يقدرش يمشي للمسافات بعيدة ضوء الليذر حلقي ضوء قوي متماسك بيمشي في حزم لا يتأثر ببعض المسافة بيفطر محتفظ بالشدته لمسافات طويلة وده اللي خلانا نحاول نشوف أدي كلمة ليزر كلمة لايت أمبليفيكيشن استمبلويت اكستنشن كل الكلام دوت إحنا مختصرين بالحروف الأولانية اللي هي كلمة ليزر والمقصود بيها تكبير شدة الضوء بواسطة الانبعاث المستحس يعني أنا هعمل تضخيم لقوة الضوء بتاعي إزاي؟ ويعني إيه انبعاث مستحس؟ أدي الزرة الزرة في تركيبها أبسط تركيب للزرة طبعا هي مش كده بالظبط إن في عندي الألكترونات بتدور في ما يسمى بالحالة الأرضية كل ألكترون بيدور في مستوى الطاقة المناسب للطاقة اللي عنده هاعتبر إن مستوى الطاقة الأولاني اللي هو إي وان مستوى الطاقة الثاني إي تو لو الألكترون بتاعي طلع للمستوى إي تو بسمي الزرة في الحالة دي بالضرة المثارة يعني عملت لها عملية إثارة التي يجد اكتسبها لطاقة زي ما يكون كده حضرتك جاي لك طاقة فتقدر تطلع لسلالم بتساعدك على أن أنت تطلع لمستوى أعلى بينما اللي ما عندوش طاقة مش قادر أو لو حضرتك معاك مبلغ من المال جاي لك مال كده أو تقدر تطلع للمستوى الأعلى أدي الألكترون بيمتص طاقة الفتون والفتون ده مقدار من الطاقة بيقدر يطلع للمستوى اللي أعلى ويدور به هذا الفتون بيجي إما من مصدر حراري أو ضوئي أو كهربائي بالشكل ده كده أدي الألكترون بيطلع فوق شوية في المستوى الثاني ويبدأ يفقد الطاقة اللي اكتسبها ويعود لمكانه مرة أخرى يجي له فتون يمتصه يطلع وهو نازل بيخرج الفتون بتاعه هو بيمتص طاقة الفتون إذا كانت هذه الطاقة هي الفرق بين الاثنين زي ما احنا شايفين هو بيعود فوق فترة تسمى فترة العمر اللي هي عشرة وسسالة بتمانية وهنشرح الموضوع ده بصورة أكثر تفصيلية علشان خاطر نقدر نستوعبه الانبعاث اللي حاصل عندي ده اسمه انبعاث ترقية انتص الفتون طلع فوق قعد شوية فترة العمر رجع مكانه تاني وخرج الفتون لكن لو وهو فوق جاله فتون تاني وخرج منه اتنين فتون في الحالة دي أنا بسميه الانبعاث المستحس أو المحفز لأن في الحالة دي خرج منه اتنين من الفتونات تعالوا نشوفها كده هافترض ان انا عندي الزرة بتاعتي القتن بتاعتي موجودة في الليفل اللي هو مستوى طاقة اي وان واللي مناسب للطاقة بتاعتها هتفضل موجودة لغاية نبيه جيلها فتون هذا الفتون لازم يكون طاقته هي عبارة عن فرق الطاقة بين المستويين اللي هو ثابت بلانك فيه اتراض علشان تقدر تمتصه وتطلع ليه المستوى اللي اعلى من كده اقل من كده مش هتمتصه هتقول له عدي يا باشا مش هتقول لما انا عايز الطاقة اللي توصلني للمستوى اللي اعلى هتطلع للمستوى الاعلى في الحالة دي بس لو الفتون بتاعي هو عبارة قمته عبارة عن فرق الطاقة بين اي تو ناقص اي وان وده اللي انا بسميها عملية الابزيرفيشن او عملية الامتصاص هنا الزرة امتصت هذا الفتون طيب هتقعد قد ايه من الوقت فوق الوقت بتاعي اللي انا بسميه فترة العمر بتظل هذه الزرة المصارة في الوضع المصار فترة زمنية نقدرها عشرة استثالة بتمانية من الثانية وده بسميها اللايف تايم او فترة العمر الفترة دي صغيرة جدا يعني عشرة استثالة بتمانية يعني ده جزء من الثانية بعد كده بتفقد هذا الفتون وترجع تاني للمستوى الارضي بتاعها وبتفقد الفتون وبيخرج منها وده اللي انا بسميه الامبعاث التلقائي وده بيندك عنه ياولاد اللي هو الضوء الابيض يا جميع للضوء الابيض بتاعي او الضوء بتاعنا وده اللي انا بسميه الامبعاث المستحس طيب نيجي نشوف الحالة التانية لو الزرة دي اصلا اصلا موجودة فيه الليفل اللي فوق او في المستوى الاعلى اتزارة اساسا مصارة وجالها فتون تاني هذا الفتون قرب منها في الحالة دي بيخلص اخوه يقول له ويه تفقد في الحالة دي اللي هي انتصته واللي قذفها اللي اللي وصل لها وتنزل لي المستوى الارضي بتاعها في الحالة دي انا خرج عندي اتنين فتون لهم نفس الطور نفس النوع ونفس التردد ونفس الاتجاه هذه الفتونات اللي بتخرج دي فتونات قوية جدا ومطربطة جدا وده اللي انا بسميه الامبعاث المستحس يبقى خرج عندي اتنين فتون احدهما اللي هي كانت ممتصة والاخر اللي هي كانت ايه اللي قذف بيها اه طب الحاجات دي عشان انا اجيب ليه زردلاتي هيحصل ايه انا محتاجة عدد كبير جدا من الفتونات دي لان دي بتعتبر طاقة بس انا عايز الزرد فوق تقعد كده شوية علشان خطر الحق ابعت لها فتون فباخد زرد بسميها حالة شبه مستقر يعني اللي هي المصورة اوي ولا اللي هي في الحالة الارضية الزرد دي ممكن تفضل في هذا المستوى الاعلى من طقتها فترة زمنية اكبر لغاية ما يجيلها الفترة دي بتبقى عبارة عن عشرة وستسالة بتلاتة من الثانية على بال ما يبدأ ييجي الفتون الاخر وفي الحالة دي بسميها ايه شبه مستقرة يعني مش مستقرة اوي ديش فيه مستوى شبه مستقر في الحالة دي انا الزرد هتطلق هتطلع عندي اتنين فتون انا عايزة اقوي الضوء اللي طلع ده اقوي الشدة الفتونات دي يبقى انا هستخدم عدد كبير من الزرد لو كل واحدة فيهم كانت لها نفس مستوى الطاقة غير المستقر اه او شبه المستقر حيخرج عندي عدد كبير من الفتونات طب تعالوا نشوف الجهاز بتاعي جهاز الليزر تركبته بحاجة بسيطة جدا فيه مادة عندي اللي هي المادة الفعالة بتاعتي فيه عندي فرق ضغط او طاقة سواء مناسبة للمادة دي وفيه عندي في نهاية التجويف المغناطي التجويف دوات عبارة عن ميريتين احدهما يعني درجة نفذها تسعة وتسعين التانية الشبه منفذة واحدة عكسة واحدة منفذة ويبدأ احط بعمل فرق جهد الزرات بتبدأ تخرج لي الفتونات تيجي تخرج من الميرية ما تعرفش ترتد مرة اخرى وترجع تاني وهي راجعة بتخبط في زرات لغاية ما عدد الفتونات اللي طالع بيبقى كبير جدا ويستطيع ان ينفس خلال المرآة شبه المنفذة تعالوا نشوف الفرق بقى بين الضوء وبين الليزر اللي احنا بنتكلم عليه بالنسبة ليه الموجات هاجد ان موجات الليزر هي موجات متربطة لها نفس التردد ونفس الطور ونفس الاتجاه في الضوء عندي هي تحلل الى سبع الوان اللي هي الوان الطيف بينما بجد ان اشعة الليزر اشعة ذات حزم الحزمة بتاعتها متربطة جدا تمشي المسافات طويلة ضوء قوي ما بيتشتتش زي الضوء العادي اللي خارج من المسبوع تعالوا كده نشوفها ببساطة ادي تركيب الزرة مستوى اي زيرو او اي وان والمستوى اللي بعديه الزرة بتكتسب فوتون بتطلع للمستوى الاعلى تقعد فترة نصف العمر سوري فترة العمر بترجع لمستوىها تاني وبيخرج منها الفوتون وده اللي انا بسميه الانبعاث الترقائي وده اللي بيصدر عنه الضوء العادي المريء طيب تعالوا نشوف ضوء الليزر لا ضوء الليزر هنا الزرة اصلا بتبقى في حالة مستصارة يعني الزرة اصلا فوق بيقذفها فوتون فبيخرج منها اتنين فوتون الفوتون اللي هي كانت امتصته والفوتون الجديد اللي جاي عشان خاضر يقض يبقى انا عندي نوعين من انواع الانبعاث انبعاث ترقائي وزي ما قلت ده اللي بيصدر عنه الضوء العادي اللي بيصدر عنه ضوء الليزر وده ضوء قوي جدا الاولانية بتمتص الفوتون وتطلع ويخرج منها فوتون واحد التانية بتطلع منها اتنين فوتون لو عندي عدد كبير من الزرات بقى كده في المستوى الأعلى طبعاً هيخرج عدد كبير جداً من الفتونات في حالة المبعث المستحس أو المحفز وده اللي بيسبب لي قوة أو شدة ضوء الليزر طب تعالوا نشوف كده هذه ضوء الليزر شايفين القوة بتاعته شايفين التمسك وماشي في حزمة واحدة مش فارش المكان كله لا ده ماشي في خطه مستقيم لأنه هو بيمشي في موجات شبه بعض بالزبط في التردد وفي الطور وفي الاتجاه ومترابطين جداً في بيبقى قوي بينما أجد في الضوء العادي في تشتت ما لهمش نفس التردد بيخرجوا واحد بعد الثاني لكن ضوء الليزر بيبقى قوي نظراً لترابط الفتونات متكلم على عناصر الليزر زي ما استعرضنا عايزة وسط فعال والوسط دوات يكون الزرة بتاعتي في أغلبيتها شبه مستقرة في المستويات الأعلى كمان محتاج تجويف رانيني بيضم المادة بتاعتي وينتهي بين مرآة عكسة ومرآة منفذة ده بالنسبة لليزر الغازات لو الليزر المادة الصلبة بدهننا السطح الداخلي أصلاً بمادة زي الألومنيوم كده أو زي الفتوة بدهن السطح الداخلي وعايزة مصدر للطاقة والمصدر ده هو اللي هيبدأ بي طبعاً كهرابي أو ضوء أو حلايا على حسب الوسط الفعال ده اللي هيبدأ يعمل لي عملية اللي هو الشبه المستقري خلي الزرة دي الألكتروناتا في مستوى شبه المستقر وده اللي بيخرج لي ضوء الليزر القوي الشديد خصائص الليزر أولاً الشدة العالية وده عشان تركيز الألكترونات وترابطهم وده بيستخدمه في العمليات الجراحية عملية تصحيح النظر قارئ البركود اللي بيتقرى بيستعر في كمان قطع اللحام وكمان بقدر أشيل بيه التتوء أو الوشم اللي على الدراع وكمان الكشف عن الدخلاء وده بنشوفه كتير في الأفلام اللي هو لو عندي ماتحف أو حاجة الترابط ترابط له من نفس الطور وده أوضح مثال دي لطبع سلسية الأبعاد والهالوجرام اللي هو المسرح اللي بيبقى سود وفيه بيعابه فيه بالألوان والإضاءة التوازي هي قطرها ثابت جدا في توازي بينهم وده بستخدمه في تسوية الأراضي الزراعية لو فيه عندي نفق عايزة أشوفه مستقيم ولا لأ فيه حساب المسافات لأنه ممكن أبعث ليزر للقمر طب إعلقته بالمسافات الزراعية النقاء يا ولاد النقاء يعتبر هو ليه طول موجي واحد فقط تقريبا يعني وبالتالي النقاء بتاعه نقاء الضوء الليزر بيبقى قوي جدا نظرا لأنه نقي هنتكلم على الإسكان المعكوس إيه بقى موضوع الإسكان المعكوس هو الطبيعي يا ولاد إن الزرا المستوى الأقل في الطاقة بيحتوي على العدد كبير من الألكترونات أنا بقى عايز أخلي العدد الأكبر موجود في الليفل الثاني في مستوى الطاقة الأكبر وده ما بيحصلش في الطبيعة لأن فيه علاقة عكسية بين طاقة المستوى وعدد الألكترونات كلما قلت طاقة المستوى كلما زادت عدد الألكترونات فيه عندي طريقتين يا إما بالتلات مستويات ايه التلات مستويات ده؟ مستوى الطاقة اي واحد مستوى الطاقة اي اثنين مستوى الطاقة اي تلاتة الالكترونات الموجودة في مستوى الطاقة اي واحد بديها طاقة بخليها تطلع للمستوى تثار الى المستوى اي تلاتة وبعدين تنزل للمستوى اي اتنين وتبقى في حالة شبه مستقرة بتقعد فترة عمر اطول شوية علشان خاطر تستقبل عدد تاني من الفتونات ويبدأ يخرج منها اتنين لغاية ما بتبدأ تنزل للمستوىها بيخرج منها الطاقة او الفتونات الطريقة التانية هي الاربع مستويات اي زيرو اي وان اي تو واي سري برضو الالكترونات بديها طاقة كبيرة تطلع بعضها الى اي سري وبعضها الى اي واحد وبعد كده ترجع تنزل لمستوى اي اتنين اللي هو بسميه المستوى شبه المستقر اللي بتقعد فيه الزرة في حالة الوضع دوة فترة اطول شوية لغاية ما تنزل ويبدأ ينزل منها او يخرج منها الفتونات تعالوا نشوف دي كده حاجة في الطبيعة لو دي عربية بصوا ده الدوق العادي بتاع العربية وده الدوق الليزر الفكرة دوق الليزر ده ممنوع ان انا استخدمه داخل المدن ولا استخدمه في طريق زود تجاهين لانه بيسبب شدة الدوق بتاعه بتسبب عمى مؤقت للشخص القدام منك وده ممكن يؤدي الى حدوث حوادث لكن تعالوا نشوف العربية دي لو ماشى في طريق مظلم بصوا ده الدوق العادي بتاع السيارة ولما ابدأ اضيء الدوق اللي هو الدوق الليزر حبص الاقي ان انا ممكن اشوف المسافة على مسافة بعيدة جدا اه شايفين وضع الانارة بتاعتي شكله ايه طبعا الكلام ده ما ينفعش يقولنا ان هو محرم او غير مسموح بيه داخل المدن لكن ممكن في الصحراء مثلا بصوا ده الطريق الظلمة هو بصوا كده بصوا لو لم فتحت الليزر اه بصوا شايف انا شايف لغاية اخر طريق لغاية ما قادر اشوف الدنيا من وراء عندي ده لانه اشعة الليزر اشعة بتمشي المسافة الطويلة ولا تخضع لقانون التربيع العكسي وحنشرح القانون التربيع العكسي ده بصورة ابسط عشان كده انا بقدر استخدمها في قياس المسافات مثلا اللي بتمشي ممكن ابعت ضق الليزر للامر لكن هل معنى كده ان الليزر ده هيفضل ماشي كده على طول يعني ما حدش يقف قدام منه لا كمان بتستخدم في قطع الالواح المعدنية بسهولة مجرد شوعة الليزر بيقدر ما هو يطحى بيتدخل في كثير من الاجهزة الحديثة زي مثلا تصليح عيوب النظر بعالج قصر النظر وبعالج بيها انفصال الشبكية اقدر عن طريق شعاع الليزر ان انا اصلطه بشدة معينة وبيتولد عن نوع من انواع الحرارة ممكن ان هي تعمل لي عملية لحم لي او التحامل الشبكية كمان حديثا طبعا اللي كنت انا باستخدمه عشان اقطع بالمعدن مش هحط الليزر ده على الوجه كده طبعا كثير من البنات والسيدات عارفين دلوقتي ان في استخدام الليزر في ازالة البقع الصمراء من الكلف من الوجه وكذلك ازالة الشعر باستخدام الليزر يبقى انا هنا باستخدمه وتحكم في قوة من الليزر اقل الحركة دي بنشوفها كتير في الافلام يا جماعة لما يكونوا مثلا فيه مدحف او فيه حاجة وهذا الشخص يحاول ان هو يتفادى نظرا لان هو حد جدا شعر باوي اوي اوي لو لمس الجسمه حيقطعه زي السكينة فهو بيحاول يكون الحركة بتاعته بعيدة عنها كمان بيستخدم فيه الحروب وفيه تدمير الطائرات وفيه السماء كمان بيدخل فيه تبييد الاسنان فيه تغيير لون اللسه فيه ناس عندهم اللسه بتاعتهم بتكون لونها مزرق كده شوية ممكن بجلسات من الليزر تتحول الى جزء لونه الوردي بتاعه تركيب الزرة احنا دلوقتي عاديين نقول الزرة وطلعت من مستوى للتاني وهنعمل ايه تعالوا نتكلم على تركيب الزرة وازاي العلمة فكروا فيها وازاي احنا وصلنا لاخر تركيب احنا وصلنا له ويا عالم هيطلع عالم بعد كده يقول لنا الدنيا دي فيها ايه تعالوا نشوف الزرة كده الزرة دي لها عدة اشياء خلونا نتكلم عليها ونشوف الفرديات بتوع الناس من اول العالم تومسون اللي قال ان الزرة دي عبارة عن واحدة عاملة زي الكوكيز كده عبارة عن مادة مجابة وهذه المادة مادة مصمطة وينغارس فيها جسم اخر سليب الشحنة اللي هو الالكترونات الكلام ده كانت تقريبا سنة 1898 قبل ما نوصل لسنة 1900 وقال ان الجسم بتاع الزرة ده موجب والالكترونات الموجودة فيها دي سالبة ومعظم الزرة مصمطة جي بعديه بعدة سنوات تقريبا كانت سنة 1911 العالم راذرفورد راذرفورد اخذ النظرية بتاعة تومسون وبدأ انه هو يدرسها وعمل عدة تجارب منها انه هو جاب شريحة من الذهب رقيقة جدا وبدأ يمرر خلالها وحدات من اشعة الف وحب يستقبل الاشعة دي الناحية التانية فوجئ بان هذه الاشعة معظمها مر من الزرة وعدة الناحية التانية وده دليل على ان الزرة مش مصمطة ده الزرة هنا معظمها فراغ لكن بعض الاشعة بدأت تنحرف شوية دليل على ان انا في عندي هنا جسم الجسم ده شبيه بنفس اشعة الفة المجابة ويحمل نفس الشحنة بتاعتها وكمان في بعض الاشعة ارتدت مرة تانية معناها انها اصطدمت بجسم صلب موجود في المنتصف ومنها قال ان الزرة بتتركب من نواة مجابة الشحنة اللي في المنتصف واللي تسببت في ارتداد بعض الاشعة لان هي جسم صلب والاشعة اللي عدت من جنبها علشان تحمل نفس شحنتها حصل لها انحراف عن مصرها هذا الانحراف نتيجة تشابه الشحنتين مع بعض بينما دقية الاشعة مرت دون ان تعاني اي انقصار نظرا لانها تحمل وهي بتعدي مفيش قدام منها اي حاجة توقفها فاذا معظم الزرة فراغ يبقى راذرفورد قال ان معظم الزرة فراغ ان انا في عندي نواة مجابة الشحنة موجودة في المنتصف ان انا في عندي الالكترونات سالبة الشحنة ودي بتدور في مدارات حوالين النواة وقال ان كتلة الزرة بترتكز في النواة لان كتلة الالكترون دي تكاد تكون ضعيفة جدا فاهمل الكتلة بتاعتها بالاضافة الى انه قال ان الزرة بتاعتي دي كده هو نسف اللي قاله تومسون ولكن اتفق معاه في حاجة واحدة ان الزرة متعدلة كهربية لان تومسون كان بيقول ان الزرة فيها مجابة وسالب ولكن نقضي بعض هو قال لك انا بس هي النقطة دي انا مفيش خلافة عليها فعلا عدد الشحنات السالبة اللي بتتمثل في الالكترون تساوي عدد الشحنات المجابة المتمثلة في النايترون والبروتون الموجودين جوه النواة او شحنة النواة بواجهها تمام يبقى هو هنا حط اربع فرود اولا ان الزرة معظمها فراغ وانها في نواة موجودة في المنتصف ترتكز فيها كتلة النواة الالكترونات بتدور حواليها يمكن احمال كتلتها انا الزرة متعدلة كهربيا عدد الشحنات المجابة السالبة وكمان قال انا الزرة ديناميكية يعني ايه ديناميكية يعني الالكترون دا ما بيقعدش في حتة دا بعمال يدور حوالي النواة لان الالكترون دا سالب الشحنة والنواة مجابة الشحنة واحنا كلنا عارفين من زمان خالص من ايام اللي تدائي كنا بنقول ان الاجسام مختلفة الشحنات بيحصل بينهم عملية انجزاب ولو انا بقول دا سالب وده موجب والالكترون قاعد في مكانه اللهم ان الالكترون حينزل او هينجزب الى النواة ويبقى كده الزرة طربقت لكن سرعة دوران الالكترون حوالين النواة بسرعة عالية جدا بتتساوى قوة الجذب المركزية مع قوة جذب النواة لها طيب جاء بعده عالم اسمه بور بور دا علم الماني بعد دقيبا سنتين من راذرفورد بدأ ياخد نظرية راذرفورد وبدأ يدرسها واتفق مع بور في الاربع فرود اللي هو اي لها وقال فعلا يا جماعة ان الزرة متعدل قهربيا الزرة معظمها فراغ الالكترون في حالة حركة ولكن انا هايزة ازود لك حاجة يا عم راذرفورد الالكترون مش بس بيتحرك في مستوى طاقة ده مستوى الطاقة ده لكذا لفل لكذا مستوى عدة مستويات والالكترون عمال يتحرك ويطلع وينزل طبعا للطاقة بتاعته خلال هذه المستويات وده اللي بيوضح الاشعاعات او الطاقة اللي بتخرج من الزرة وفعلا الزرة ديناميكية يعني اتفق مع راذرفورد في الاربع فراغ متعدلة الالكترونات بتتحرك قطلة الزرة موجودة في النواه ويمكن اهمال الالكترون ولكن اضاف من عنده ثلاث نقاط ايه هي اول حاجة قال ان قانون كولوم وقوانين نيوتل اللي سبقونها بتنطبق على الزرة كمان انا ممكن بطريقة تقريبا شبه تقديرية او بطريقة حسابية اقدر احسب نصف قطر الزرة بس نصف قطر الزرة ده اصلا بالثابت نديجة حركة الالكترونات لكن اقدر بصورة ما اقدر ان انا تقديريا او تقريبيا ان انا اقدر احسب نصف قطر الزرة وكمان قال ان الالكترونات هنا بقى هو اول واحد كده وضح ان الالكترونات لما تكون في مستوى الطاقة اللي هو اي واحد واكتسبت فوتونات هذا الفوتون هو طاقته عبارة عن فرق الطاقة بين المستويين وهذا الالكترون امتص طاقة هذا الفوتون فهو بيعمل ايه بيطلع للمستوى الاعلى يبقى هنا بدأ يقول لنا فكرة الفوتونات وفكرة الطاقة اللي انا اقدر بعد كده اكبرها كلمة ليزر كانت تعرفها ايه تكبير شدة الضوء بواسطة الانبعاث المستحس طيب انا كده دلوقتي قلت كمان الالكترون بيروح فين وبيجي منين ويعني هو رادر فوتوكا لسه شغل على الشغل بتاعه ولكن بور ساعتها هو اللي سبق واخد جائزة نوبل في هذا المجال هل معنى كده ان بور ده اخر حاجة لا حدثت الكثير من الدراسات والناس حطوا نظريات وناس حطوا قوانين وفشلوا في انهم يكونوا متأكدين بنسبة 100% يفسروا بعض الظواهر وبعضها لم يتم تفسيره لغاية الان مثلا يقولك انا ضوء بتاع الليزر ده ممكن يمشي المسافات طويلة ووصلوا الامر بس ايه اللي بيخليه يتشتت ويتلاشى مش انتوا لسه كنتوا بتقولوا ان من صفاتها ان انا عندي الترابط وعندي النقاء الطيفي وعندي انها ما بتاخدعش القوة لقانون التربيع العكسي ايه التربيع العكسي التربيع العكسي بيقول ان الضوء كل ما المسافة زادت بينك وبين مصدر الضوء ايه الدوق ده بيقل؟ عايز تشوفك كده في حياتك اليومية لو مثلا النور مقطعه ماما حابت تنور لك لامبة كده من الدور التالت عشان تطلع السلاني هل الدوق بتاعها هيبقى زي الدوق اللي موجود في الدور الاولاني؟ طبعا لا كل ما هتبعد عن الدوق هتلاقي ان الدوق بيبدأ يضعف او بيتلش ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للدوق العادي بالنسبة للدوق العادي طب بالنسبة للليزر انت بتقول فيه ترابط وبيمشي المسافات طويلة وما بيخضعش لفكرة التربيع العكسي ده ان شدة الدوق بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة بينك وبين مصدر الدوق لا الليزر ما بيعتمدش على كده وما بيخضعش للكلام ده وفيه قوة ترابط وفيه شدة وفيه نقاء طيفي وكلهم نفس التردد ونفس الطول الموجي ونفس الطور كل حاجة طيب ايه اللي بيحصل؟ نتيجة ان الدوق بتاع الليزر هو ماشي مثلا عايزة بيعته للأمر بتبدأ لو انت عندك كده دوق فوقتك هتلاقي فيه بعض الاداءات البسيطة اللي خارجة من الدوق بتاع الليزر دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن فتونات بدأت تسيب الليزر وتبعد ليه؟ نتيجة احتكاكها بطبقات الهواء عشان كده لما بيحبوا يبعثوا الليزر اللي الفضاء بيعملوا ايه؟ بيطلعوا على مبنى عالي جدا عشان اتلافة الاصطدمات اللي هتحصل مع الهواء اللي موجود عندي في طبقات الهواء الصفلة طيب تعالوا نشوف كده الليزر دوت انا هبعثه للأمر وهقيس بالمسافات لانه هو ثابت الشدة الزرة اللي حطوها التلاتة هال دي تمام مسلمة قالك لا ليه؟ قالك الالكترون دوت انا مقدرش اقول لك دلوقتي هو موجود في الحتة الفلانية بقول لك تقريبا موجود في مكان ما يا هنا يا هنا النقطة يا هنا يا هنا بالتقريب لانه في حالة حركة اتكسب طاقة تلع فوق فقد الطاقة نزل تحت فحتى الان مقدروش العلماء بكل العلم اللي احنا وصلنا له يشوفوا يعني الالكترون المتناهي الصغر اللي موجود في الزرة المتناهيات الصغر يقدروا يحددوا مكانه مهما نوصلنا لطبقات او مستويات من العلم مازال قدام مننا تحديات في الكون عايزين نفهمها وعايزين نشوف ايه اللي بيحصل فيها تعالوا نشوف دلوقتي مع بعضينا نظرية رازالفورد تجربة بتاع رازالفورد جاب قطعة من الزهب رقيقة وبدأ يخرج عندي جسيمات الفاء على حسب كلامه المفترض ان الزرة بتاعتي هتعدي زي ما طمسون قال ومفروض ان هي تعدي كده لكن هو اكتشف حاجة وياطلق حتى ساعتها وقال انا عامل زي ما اكون يعني انا كان متوقع انها تعدي كده زي على حسب طمسون لكن وجد ان بعض الاشعة بترتد بعضها بينحرف انحرفات بسيطة قال لك انا عامل زي ما اكون جبت رصاصة وضربتها على منجيل فسأت ضده لي ورجع لي ما كانش متوقع اللي هيحصل ده كل الاشعة بالشكل دوت بعضها مر بدون ان يعاني اي انحرفات وده معناها ان معظم الزرة بتاعتي فراغ طيب نفوذ اغلب الجسيمات من الصفيحة معناها ان انا الزرة معظمها فراغ ارتداد عدد قليل جدا من الجسيمات معناها ان في حاجة موجودة بنفس الشحنة بتاعتها ومن هنا قال ان انا في عندي نواة وده سبب الارتداد كمان للحراف نتيجة ان هي مرت جنب شحنة مشابهة لها وقال ان كتلة الزرة متركزة في النواة والكتلة وكتلة الالكترونات يمكن اهمالها وقال ان الالكترونات بتدور عاملة زي الكون زي المجموعة الشمسية وضحها وقال ان هي شبه شوية المجموعة الشمسية مرور الاشعة دون ان تعاني اي انقصار ادي التجربة بتاعتي ادي جزيئات الفا اللي هي الجزيئات المجابه اه بص بص بيتشارج اه حيمررها على الشريحة المفروض ان هي لما تيجي تمر اه هنبص كده هلاقي في بعض ادي الشريحة بتاعت الزهب هنشوف شايفين بعض البعض انحرف والبعض ارتد مرة تانية شايفين شحنة المجابه ده دليل على اللي بيقولوا راضي الحبط اذا احنا نوصل من كده نوصل لان العلم كل مرة فيه تقدم والعلماء قدموننا كتير 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 جدا من الحاجات اللي ساعدتها زي الليزر انا مش بس ممكن استعمله في علاج انفصال الشبكية وطبعا دي حاجة مهمة جدا لان لو الشبكية دي انفصلت ممكن الانسان يفقد القدرة على الابصار كمان ممكن ادمر الطيارات في الحرب بالاضافة لكده احنا عندنا طبيعة الليزر اللي احنا بنتبع عليها تحط اللي هي البرينتر بتاعتي اللي هي بنتبع منها من اجهزة الكمبيوتر بتاعنا دي بتستخدم فيها الليزر الاتصالات اللي هو نسميها الكابلات الفايبر اللي هي برضو بتنقل الطاقة او بتحول الطاقة او بتوصل في اتصالات زي كابلات التليفون بتستخدم في اعمال المساحة لانها بتستمر لفترة طويلة جدا او المسافات طويلة جدا فقدر اقائس بها ممكن المسافة بيننا وبين الامر يعني اذا لها فايدة بتستخدم في اعمال المسرح نشوف يا جماعة يبقى في عندي المسرح كله مثلا ضلمة كده وفي دايرة او خط بلون معين وعلى فكرة اللون ده يعتمد على المادة الفعالة الموجودة والطريقة اللي بتاحدث بيها عملية التنشيط الفكرة يا جماعة في عملية التكبير انا عندي باستخدم مصدر بيخلي الزرة بتاعتي اصلا تبقى مصارة ولما بتبقى مصارة بتقعد فترة فوق اللي هي فترة العمر بعدها بتفقد الفطونات بتاعتي وترجع مكانها انا باخد الفطونات دي وباكبرها باكبر عددها ازاي لان انا بحط هنا مثلا مرقاء وهي راجعة الفطونات وهي راجعة بتقابل في طريقها بعض الالكترونات اللي لسه موجودة في المستوى الاعلى فتخبطها يبقى بدل ماهي خرج جيل فطون خبط واحدة بقوا اتنين الاتنين اللي خرجوا ضربوا او قذفوا زرتين بقى اربعة الاربعة بقوا تمانية التمانية بقى ستاشر ستاشر بقى اتنين وثلاتين رحت للجهة الاخرى فرددهم اتهم لأ انتو لسه الدنيا ضعيفة لسه ما تقدرش تتحركوا من هنا فنسبة الانعكاس بتاحت ستاشر بقى سعين فبتردهم وهم راجعين الاتنين وثلاتين دول بيخبطوا في المزيد من الزرات وبالتالي بتتضاعف العدد كبير جدا اللي هو بيديني شكل شكل الليزر طيب LCD لو حدتك رحت تطبع CD حاجة من على اللاب على LCD بتحط LCD هاية وفي حاجة اسمها حارقة ويزر بتطبع لك البيانات او الداتا اللي انت عايز تطبعها على LCD هاية بتحتي يبقى اذا الليزر ده ليه استخدامات كتير جدا الليزر كمان غير ان انا بستخدمه فقط الالواح الحديدية او الصلبة كمان بستخدمه في ثقب الماس هنا نعلم ان الماس ده يعتبر من اصلب الجوامد اللي موجودة على الكرة الارضية وصعب جدا ان انا ابدأ اشكله او ابدأ ان انا اسقبه او اجزقه الليزر بيقطع الماس ده فعلا لقدرته على تقطيع الماس اللي هو يعتبر من اصلب الجوامد بالاضافة لان انا ممكن لو ركسته اعمل على اثالة الحديد يعني تركيز الاشعة بتاعة الليزر شعاع الليزر دوت لدرجات معينة ممكن اعمل على انصهار الحديد انصهار البعد يعني شفت قد ايه القوة بتاعته اذا انا اكتشفت حاجة وبدأت ان انا اطور منها سواء انا بقى كانسان استخدمتها في التدمير زي تدمير الطيارات او كده او استخدمتها في السلم بتاعي في انفصال الشبكية في الالياف بتاعة الكتلات في طباعة الليزر في اعمال المساحة في العروض المسرحية ايا يكن اللي انا استخدمتها فيه في الصناعة في الصغب المياس في اثالة الحديد كل ده بيعتمد عليك انت كانسان العلم بحره كبير جدا والمجال فيه كتير والابحاث فيه كتير انت بقى كانسان هلها تستخدم ده لصالح البشرية او لأ زي ما احنا مثلا كلنا نستخدم اجهزة التكييف ما خدناش بالنا ان العوادم بتاع السيارات والاجهزة التكييف وكل ده وصل للكرى الارضية لكمية من الحرارة الوضع اختلف دلوقتي كنا بنقول جمهورية مصر العربية جوقة جفحر صيفا ده فيه امام ترشتاء دلوقتي بنراحز ارتفاع دراجات عالية جدا نتيجة ما يسمى بيه الاحتباس الحراري ويمكن الدول الكبرى عملت عدد اجتماعات لده للطبيعة مديالك حاجة حضرتك بعلمك ممكن تضيف الى الطبيعة او تستفد منها او ممكن تضر الطبيعة يبقى اذا انت دلوقتي بييدك كانسان او بفكر الانسان انك انت تخلي حياتك على الارض دي جنة او تقلبها لنار يمكن سقم الاظون اللي حصل نتيجة الانبعاثات الحرارية الكتيرة جدا اللي نتيجة التقدم طبعا الصناعي والمصانع والادخنة والحرارة اللي جوه الارض دي وسقم الاظون اللي اتسع واللي سمح بمرور اشعة احنا درسنا الاشعة وكلمنا على الضوء وقلنا انه فيه موجات اللي هو الضوء المرء وفيه موجات اللي هو الفقب النفسجية ودي اللي ممكن تسبب اضرار احنا اتعرضنا للكلام ده بصورة كبيرة طيب يمكن ربنا لضف بينا بالفترة اللي تقفلت فيها بعض المصانع ربا ضرت النفعة في فترة الكورونا وسمعنا ان سقم الاظون بدأ يلتقم مرة اخرى ليه عشان بعض التفاعلات او بعض النواتج اللي كانت نتيجة الانسان بيتعامل معاها بدأت تقل فبدأ سقم الاظون عندي يحصل له ايه بدأ يلتقم مرة اخرى اذا انا دلوقتي بشوف العلم بتاعي اذا اخدت الجهة الصحيحة او اتفسر بالنسبة لي ظاهرة زي الناس اللي قالوا القطب والاطباق الطائرة والكلام ده وعلى فكرة السينما كمان خدت الموضوع ده فترة طويلة وشوفنا افلام تناولت هذه الظاهرة على ان هي حاجة اسطورة او هي حاجة حقيقية وبنداري على الناس وكده لكن هنا العلم قال كلمته وقال يا جماعة ده في حاجة اسمها الصراب القضي في حاجة اسمها ان ده ده بيحصل له انعكاسات وانكسارات وبتمشي الدنيا ماشية ازاي الزرة كثير من الناس حطوا تصور ليها لكن مع التقدم العلمي عرفنا ايه اللي صح وإيه اللي غلط المهم ان انا في التقدم بتاعي ده اتاخد ما يصلح البشرية واسعى الانسان اذا سعى يعني انا كشخص في فتر الدراسة انا اخدت المنهج بتاعي ودرسته علشان خاطر اخر السنة رحت امتحنته وحطيت اورميت المعلومات اللي كانت سدماغي وبعد كده اتمحت المعلومات دي يبقى اذا انا ما استفدتش حاجة انا بضيف لنفسي علشان خاطر اقدر اعرف اقدر اتعامل مع البيئة اللي حوالي طيب اذا كان العلم بتعمل على محاولة اصلاح ما افسده العلم يعني العلم بيصلح نفسه ايه منه فيه انا دلوقتي اتكلمت على الليزر وقلت ان ليه فوائد خلاص انا هاخد الفوائد بتاعته اتكلمت على الاشعار السينية مثلا وقلت ان ليها فوائد اه انا هستفيد من الفوائد واجه اشوف الاضرار واحاول اتعامل معها اتعامل معها ازاي بان انا اتلاشيها او اوجد حلول ليها جي قال لي الاشعار السينية بتسبب تضخم مثلا في بعض الاجزاء بتسبب دمور في بعض العضلات بتسبب خلاص يبقى انا احاول ان انا اقنل التعرض لها الليزر ممكن استخدمه في عمليات التدمير وعملتها طب ما انا ممكن الاقي الوجهة الاخرى لها احد العلم حد نظرية مش معنى ان انا وصلت النظرية ان انا صح 100% ما زالت الاجهزة اللي بتطلع بتساعدني هو مش اخطأ بالطريقة اللي كانت مرقمة العصر او طبع الادوات كل ما ظهر شيء جديد بدأنا نضيف ليه هو ده علم الفيزياء علم الفيزياء اللي بيهتم بيك كانسان وانت بتهتم به علشان خاطر تستفيد منه اذا هذا العلم مش بس قصر على دراستنا داخل الكتب الدراسية لا ده احنا بنتفاعل معاه وبيتفاعل معنا احنا بنقدر نعمل كباية شاي بمية مغلية واستخدمت الحرارة وفي نفس التوقيت انا ممكن استخدمه في عملية تبريد انا عرفت الحرارة عرفت الضوء عرفت الزر عرفت الالكترونات كل المعرفتي دي بتصب في النهاية لتقدم الانسان في حياته يبقى انا النهاردة اتكلمت على الليزر اتكلمنا على تركيب النواية عرفتنا الليزر بيتكون ازاي عن طريق بسميه الانبوب او التجويف الرانين اللي انا بعمل به عملية تكبير لشدة الضوء بواسطة الانبعاث المستحس اتكلمنا يعني ايه انبعاث ترقائي يعني ايه انبعاث مستحس الدنيا بسيطة اتكلمنا على تركيب الزرة وان فيه عندي مستويات للزرة وازاي ادروا العلماء عن طريق التجربة انهم يحددوا ان الزرة تحتوي على نوافي المنتصف فيها الكتلة الالكترونات كل الالكترون بيدور حوالين في مدار الالكتروني اللي مناسب لطاقته ان الالكترون ده لو امتص طاقة يقدر يطلع لي المستوى اللي اعلى منه اتكلمنا كمان على استخدامات الليزر في انفصال الشبكية في طبيض الاسنان في طبيض اللسة في ازالة كلف الوجه وازالة الشعر دلوقتي بصورة خفيفة او مبسطة اتكلمنا عنه في طبيعات الليزر في صقب الالماس في ازالة الحديد العديد والعديد والعديد من الاستخدامات الجيدة للليزر ما اصبحش الليزر زي ما معظم الشباب فاكرين ان المادلية اللي لما بيضغط عليها بيدي دوق لونه اخضر وعلى فكرة لون الليزر ده سواء كان احمر او اخضر او وتفر يعني اللون بتاعه بيرجع الى نوع المادة المحفزة اللي انا اشتغلت عليها ونوع يختلف اللون بتاعه طبعا للعناصر اللي انا انتكتب منها الليزر الدنيا كويسة وحلوة حوالينا وبينا وعديد من الدراسات اللي بيتمهد للانسان حياة افضل فنحن نشكر العلم وقبله نشكر خالقنا سبحانه وتعالى اللي وهبنا نعمة العقل اللي بيفكر ويحاول يستفيد من الطبيعة الكلام على الفيزي مخلصي لكن كلامنا الحلقة بتاعتنا وقتها مر سريعا على امل بلقاء جديد بكم دائما مع العديد من المعلومات التي تتطبط بحياتنا وساعدت بلقاء معاكم وارجون تكونوا استفدتوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة